السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في قناة عالم امنون. اليوم غنقدم لكم بسطلة صغار بجاج معمرين كي جو هائلين للدد. وفي نفس الوقت غنوريكم طريقة ديال الطي ديال هاد او للتعمار ديال هاد البسطلة صغار. اه كنتمنى ان هاد الفيديوين الاعجاب ديالكم. ما تنسوش دائما التعم ديالي بالاشتراك وتفعيل جرس باش يوصل لكم الجديد. اه نمروا الان على بركة الله المقادر وطريقة التحديد. غنبدو على بركة الله كيما كتلاحظوا عندي كيلو ديال صدر الدجاج اللي كنكون سبقو نقعتو في الماء الليمون الحامض وقاليم من الملح. اه نحتاجو كيلو كيما اذكرت يعني كيجو جوج صدرات كاملين. غنحتاجو الكيلو ونصف من الباصل. غنشلضو يعني غنقطعهم منطرف شنشلضوهم زيان. ثم غننمرو التوابل اللي هي على الشكل الاتي. عندنا هنا يا ملعقة صغيرة من سكنجبير. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من القافة. ملعقة صغيرة من الكركم. وملعقة صغيرة من الابزار. عندنا جوج مع الاقبار ديال رنمعدنوس. عندنا اه الملون استيناعي. ويمكن لكم استغناء عنه اذا ما بغيتوش. عندنا كاس من زيت النباتية. مخلطة مع زيت العود. والورقة عندنا اه نحتاج هنا اه كيلو. يعني احتاجت انا كيلو. كما كتلاحظو هنا وعندي اللوز يعني اللي كنت سبقه وغليت الماء وضفتو ليه باش من بعد غنفسخه وغنقليه في الزيت. وعندي كادليك ملعقة صغيرة من السمن اللي كيكون مالح احور. ثم عندي البيض على حسب يعني على حسب الرغبة ديالكم. انا استعملت هنا يا عشار البيضات. اه هنمرو الان باش نقطعو الباصل كما كتلاحظو. فحاولو انكم تقطعوه اه صغير يعني تشل نضوه صغير وعلى هذا الشكل هذا. اه هنشل نضوها كاملة حتى كنكملوه كمية الباصل اللي عندنا. في طنجرة الضغط او اي اينة عندكم يعني كتنزلوه فوق النار كتضيفولو زيت النباتية وزيت العود. كنضيفو ايضا الباصل كما كتلاحظو كمية قليلة حتى كننشحره معا ديك صغير الدجاج عاد. من بعد كنضيفوه الانتقال لنا ديك صدراء كنضيفوه لها التوابل اللي كما صبقوه دكات اللي هي عبارة عن الكوركم والإبزار الفلفل أسود والسكينجبير والملح والقرفة والسمن ثم نضيفه المعدنوس كما كتلاحظوا أنا هنا كان عندي مجمد يعني انتم اللي عندكم طريق تضيفوه هتا هو كديرو جمع عرقات كبار ثم كنضيفو الملون الغذائي القليل فقط منه على حسب الرغبة ثم نخليهم كي طيبوه مع إضافة البصل المتبقي مني كنضيفو البصل وكي طيب لنا مزيان ديك شي هذا كان هيدو الدجاج دينا صدر الدجاج ثم كنضيفو البيض بعدما كنضربوه شوية سافي كم قو كنضيفو على البصل دينا كما كتلاحظو وكان خليه فوق النار حتى كتبا خلينا ديك الماء كامل اللي كيكون فيه ثم كنمرو لإضافة الصدر الدجاج اللي كان طاب لينا وفرتتنا كما كتلاحظو يعني قطعنا قطاع صغيرة كنبدو في إضافات إضافته على ديك المارق اللي عندنا أولى البصل والبيض باش حتى الدجاج كيجي فازق ما كيجيش شاحت وما كيجيش ناشف كما كتلاحظو فأنا كنضيفو على هاد الخالطة هادا وكمدة كننحرك فيه وكان خليه واحد تقريبا اربع ساعة فوق النار حتى كيتشرب لي ديك الماء اللي بقى ومن بعد كان عملوه فو حد الصفاي وكان خليه يقطع من ديك المارق الى بقي فيه شي مارق يعني ضروري خسنا يجي شوية ما يجي فازق ما يجي ناشف على حسب باش ما تقطع ليناش الورقة وكننمرو الان باش نعمروا البستيلات ديالنا كما كتلاحظو فاللوز انا اه قليته وطحنتو مع السكر والقليل من القرفة كنبدو في إضافة الورقة كما كتلاحظو كنقطعو الورقة الى كانت كبيرة كنقطعوها على اربعة دي القيطع الى كانوا الورقة تصغر فما كيحتاش يعني كتستخدمو ديك الورقة يعني كل ورقة بوحديتها فانا كنبدو اضافة كما كتلاحظو كندير ديك الورقة وكن دهنها بالزيت ثم كنضيف الخالط الاول ديال يعني مهم كيبقى عليه حسب الرغبة كنضيف الخالط ديال اللوز والسكر ثم كنضيفو الدجاج وكنبدو كنتينيو في الورقة ديالنا بهذا الشكل هذا مع دهن الجوانب بالزيت وكنعاودو المرة الثانية كنوليو نحيدو هاد الورقة اللي صايبنا وكنوليو نديرو ورقة بحد اخرى وكنلويوها للمرة الثانية باش ما كتجيناش اه كتجيناش خفيفة كما كتلاحظو باش ما كتتقطع ليناش كنزيدو لها من بعد ورقة بحد اخرى انا هنا يا ما زيتش حيتاش صايبت واحد للكيمية ومن بعد عديت كنزيد الورقة الثانية لحسب اه لحسب الورقة. الى كانت غليطة كتديرو اه ورقة بحدة ولكن الى كانت الورقة رقيقة كتديرو الجوج. كنبقى اه غادة بالكمية اللي عندي كاملة هنا كنعاودو نديرو نفس الطريقة كندهنو اه الورقة ديالنا بالزيت نباتية ثم كنضيفو انا هنا غنضيف الدجاج المرة الاولى ثم غنضيف اللوز والسكر كما كتلاحظو خالط اللوز مع السكر والقرفة يعني كيبقى ذاك شعر حسب الرغبة ديالكم بغيتو اديروهم في قعر الورقة بغيتو اديروهم في الفوق. كنضيفو اللوز ثم كنبدو كنتنو الجوانب الورقة مع الدهن ديالها بالزيت. يعني في كل تانية كندهنوها بالزيت. فالطريقة سهلة البنات بالنسبة المبتدئات يعني ما كتحتاش شي شي تامرة بزاف وشي تعقيدات سهلة. غاي كن مرة مرة كندهنو الجوانب الزيت باش كتدلينا ما كتفتح ليناش. آآ سافي كن مورو كنكملو الكمية اللي عندنا كاملة به هاد الشكل هادا به هاد طريقة هادي. ثم من بعد آآ يعني كن آآ يعني كن آآ يعني كن ندخلوهم الفورن كنضيفو لهم الزيت مع القليل من آآ مع القليل من آآ آآ يعني التحميرا. باش كعطيهم ديك اللون آآ يعني محاما وصافي وكان كبنوا الكيمية كاملة اللي عندنا و اللي بغي يحتفظ فيه في المجمد فكت تضيفوهم في واحد الاناء وكتدخلوهم المجمد من بعد كتضيفوهم في شي ايناء يكون محكم الغلق وكتقاوا تشبدو مالا مالا. كنتم من هاد الفيديو كوننا اللي اعجاب ديالكم وما تنسوش دائما آآ تعليقات آآ اللي كتحفزني وشكرا وإلى اللقاء بإدني الله. اشتركوا في القناة